السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتعلم طريقة العناية بالبصل وكيفية إزالة الحشائش الغير مروب فيها أو الحشائش الضارة وطريقة التسميد الصحيحة وطريقة الري للحصول على بصل ينمو بطريقة جيدة وصحيحة والشيء الممتع في هذا الفيديو هو أنكم سوف تستمتعون بزقزقة العصافير على الساعة السابعة صباحا إذا كنت أول مرة تكتشف القناة أدعوك إلى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى دعمنا بإعجاب للحصول على نمو جيد للبصل عليك اتباع الخطوات التالية أولا بعد نقل البصل على شكل الخطوط كما تلاحظون نقوم دورياً وبطريقة مستمرة بنزع الحشائش التي تنبت بجانب البصل السؤال المطروح لماذا نزيل الحشائش هذه الحشائش سوف تزاحم البصل في امتصاص المغذيات والأملاحة المعدنية وبالتالي سوف يكون نمو البصل بطيء نعم لأن الغضار والأملاحة التي تقدمها للبصل لا يتغذى عليها كلها جزء كبير يقوم أو يمتص من طرف الأعشاب التي تنمو أمامه ولذلك يتوجب علينا إزالة الحشائش في هذه الفيديو سوف أريكم الطريقة الصحيحة لإزالة الحشائش الضارة أو أنا لا أفضل حقاً تسميتها بأعشاب أو حشائش الضارة لأن الله لا يخلق أي شيء الضار بل نقول حشائش غير مرغوب فيها نعم لأن في هذا الفيديو نرغب في زراعة البصل وليس الحشيش إذن كما تلاحظون هنا حشائش كثيفة حول البصل نقوم بنبش أو نقش أو نكش كل واحد كيف يسميها نقوم بنكش التربة بهذه الطريقة حول البصل يجب أن نحرص على عدم إصابة حبة البصل أو نبتة البصل كما تلاحظون نقوم بتخفيف التربة حولها ليسهل استنزاع الحشائش كما تلاحظون انظر كما ترون في هذه الفيديو سوف نقوم بنزع الحشائش جميع الحشائش المحيطة بالبصل ليتمكن من الاستفادة من الأملاح الموجودة في التربة وكذلك لتصل أشيعة الشمس إلى البصل نعم لأن أشيعة الشمس ضرورية لاحظوا هذا البصل لم ينمو جيدا لأن الإعشابة المحيطة به استغلت كل الأملاح نعم لقد هملت قمت بإهمال هذه البستان لمدة معينة لأسباب خاصة لم أتمكن من نزع الحشائش من المفروض أن لا نترك الحشائش تطغو على الحقل الهدف من تخفيف التربة حول نبتة البصل هو تسهيل دخول الهواء والأكسجين إلى داخل التربة نعم النبات يحتاج إلى الأكسجين كما نحتاج إليه نعم 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 اشتركوا في القناة لاحظوا اخواني كيف ان الحشائش جذورها ملتصقة بالغذار الذي قدمناه للبصل نعم انه يزاحمه في امتصاص الاملاح المعدنية الموجودة فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن يا اخوان بعدما قمنا بالنزع الحشائش كما تلاحظون واصبحت التربة خفيفة الآن سوف نقوم بتسميدها نقوم بوضع سماد لا بأس ان كان الغذار او السماد جديد لان النبتة كبيرة بما فيه الكفاية لتتحمل الغذار الجديد ولن يصيبها شيء فقط بعد عمل السماد بعد التسميد نقوم بالريء بكثافة نعم نقوم بالريء بكثافة لكي لا يحترق النبات هنا امامكم اقوم بتسميدها بالطريقة التي ترونها سوف اقوم بتكرير هذه العملية مرة في الشهر نعم سوف اقوم بتسميدها مرة كل الشهر اذا امكن وبعدها سوف اقوم بالريء جيدا حتى التشبع الريء الجيد يكون عند عمل السماد نعم عندما نقوم بعمل السماد نقوم بريءها جيدا لكي يتحلل السماد ويدخل في الطربة وبذلك سوف يقوم البصل بامتصاص الاملاح الموجودة فيه اخواني البصل من الخضروات التي تحب التعطيش نعم يجب ان لا نقوم برأيه يوميا يفضل رأيه كل يومين او ثلاثة ايام الى هنا يا اخواني نأتي الى نهاية الفيديو اذا كان لديك اي استفسار ما عليك الا تركه في تعليق وسوف اجيب لاحقا على سؤالكم دمتم في رعاية الله وحفظه صحف طوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته